اشتركوا في القناة الحريق في المنام بتختلف من شخص التاني حسب طبيعة الحلم وحسب الحالة اللي بيمر بيها الرأي فالبنت العزباء اللي تشوف ان اندلاع حرائق كتير في منامها ده بيدل على اقتراب الزواج وقامة حفل زواج ضخم لها اندلاع الحريق واحتراق الملابس بالنسبة لبنت العزباء ربما ده بيشير لتعرضها للحسد والحقد الحريق للبنت العزباء ربما ان هو بيعبر عن كسرة الصراعات والحروب اللي هي بتخطها في حياتها من مشاكل او هموم تعرضت لها الحريق في المنام بالنسبة للبنت ربما يشير لمرور البنت دي بعديد من تغييرات الايجابية في الايام اللي قبلها الحريق في المنام يعتبر من دلالات تحصلها الكتير من العلم ووصلها لمكانة مرموقة بين الكمية اما لو قامت البنت بنفسها باشعار الحريق ربما ان هي بتحاول تغيير الواقع اللي بتعيش فيه لكن لو شافت الحريق بيلتهم الممتلكات الخاصة بها ربما ان هي تتعرض لخسارة مادية كبيرة في الايام المقبلة لو شافت العزباء اندلاع نران من منزلها ولكن بدون دخان ربما ان هي بتزور بيت الله الحرام في القريب العاكل اما لو شافت البنت ان هي بتطافي الحريق ربما ان هي فتاة سلبية في القراطة اللي بتتخذها في حياتها بالنسبة للمتزوجة اللي تشوف الحريق في بيتها او في منزلها ده ربما يعبر عن اقتراب قدوم مولود جديد لها خاصة لو كانت هي بتتمنى كده الحريق لها ده المتزوجة بيدل على النزاعات والمشاكل الكتيرة الزوجية اللي بتعاني منها وده طبعا ازا كان الحريق بسبب ضرر تعب الرؤية الحريق اللي بيخرج من اللعب والدخان الاسود على ان هي هتواجهك الكثير من المتاعب والصعوبات لكن في حالة اطفاء المتزوجة الحريق بنفسها الرؤية هنا بتشير ليزا كان السيادة دي في التعب المشاكل اللي بتحيط بها اما هروب المتزوجة من الحريق في المنام ده بيكون بسبب وجود خلافات كتير بينها وبين زوجها من الناحية الثقافية او الاجتماعية بالنسبة للحامل اللي تشوف حريك او حريق في المنام ربما يدل على انجاب السيادة دي مولودة بنت بإذن الله اما لو كانت النيران دي المندلعة الشديدة جدا ويعني ربما ان هي هتونجب مولود زكر رؤية الحريق في المنام بيدل على سيطرة مشاعر الكوف والقلق الزائد عليها في فترة الحامل قد يكون الحريق اللي بيظهر عند الحياة السيطة الحامل ده بسبب الشعور بعدها من راحة بسبب اعراض الحامل اما بالنسبة للمطلقة للشوف الحريق في منامها ربما ان هي هتحصل على مال كتير او مراز غير متوقع في القريب العاجل رؤية الحريق اللي ده المطلقة بيدل على تغير حياتها وشكلها بشكل كامل افضل بإذن الله كما تدل رؤية الحريق اللي ده المطلقة على التمتع بحالة من السكينة والراحة النفسية في الايام لكن لو كانت الحريق دي مسببة لتمر ربما ان هي هتعاني من صعوبات ومشاكل صعبة ومواجهات كتير في حياتها وجود حريق في غرفة ابناء المطلقة قد يدل على وقوع ابناءها في مشكلة وعليها الانتباه لهم لو احترقت من لبس المرأة بسابل الحريق ربما ان هي قد اتعرض لغيبة والنميمة والشر اما لو كان الحريق ده دخان اسود ربما ان هي بتعاني آآ يعني ربما ان هو ده تحذير لها من انساق وارس شهوات والمحربات بالنسبة للرجل اللي يشوف الحريق في المنام يعني ده بيدل على الجهد والاجتهاد وتحقيق الاحلام والتمحات رجل الحريق في المنام بيدل على قضاء الحاجة بالنسبة للرجل الجنين للمراد والوصول لمكانة مربوقة اما لو اصاب الحريق صاحب المنام بدر ده بيدل على تعرضه لبلاء يعني ما احنا انشي ده تدل رؤية اصابة ايه الحريق لصاحب المنام على وقوعه في ازمة او مشكلة صحيحة في الايام المقبلة. احبا في الله ربنا بصلكم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم رؤية متعلقة بالحريق او النار عن مدني اجتبال ما اسفل الفيديو. والى اللقاء في فيديو اخر السلام عليكم ورحمة الله.